خلافات وتهديد وأزمة تتفاقم على قانون النفط والغاز مشروع القانون دخل مجلس النواب بمسودتين الأولى أعدتها لجنة النفط والطاقة النيابية وقبل قراءتها الأولى انسحب أغلب البرلمانيين من المجلس انسحاب كان بمثابة التصويت عليها بالرفض لأنها تعطي الحق الكامل للأقاليم بالتصرف في منتجها النفطي أما الثانية فكانت من الحكومة الاتحادية واعتبرها البعض الأقرب إلى روح الدستور العراقي باستثناء بعض فقراتها القابلة للتعديل التعاقد مع الشركات رقم واحد هذا الخلاف الكبير استقلالية التعاقد مع الشركات من قبل الأقليم والمحافظات بعدما الرجوع إلى المركز والثانية إدارة الموارد المالية ما بعد الانتاج فأعتقد الذي سيجزأ هذا القانون أهداف عدة وضعتها حكومة بغداد في مسودتها أبرزها أن تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات الحكومة الاتحادية تدير مصادر النفط في كل مراحل العمليات البترولية من خلال هيئات خاصة تشكل وفق القانون تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون مساهما في العمليات البترولية ضمان التوزيع العادل لموارد النفط والغاز على العراقيين نحن ندرس مشروع القانون السلبيات الموجودة في بعض المواد هي أن يجب أن لا تكون هناك مواد عائمة في القانون في مشروع القانون أو سواء مقترح القانون هذه المواد العائمة تتيح تفسيرات عديدة مما تجعل نقاط خلافية وليست نقاط قوة واجتماع على أن يكون اقتصاد العراق اقتصاد قوي مقترح القانون الذي تقدمت به الحكومة وعدته وزارة النفط منح الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط حقوقا أوسع في الاستكشاف والتطوير والإنتاج وكل ما يتعلق بالجانب القانوني للتعاقد والتسويق سيبقى مهمة حصرية بيد الحكومة الاتحادية مجلس الوزراء مرر قانونه إلى البرلمان الأخير سحب مسودة القانون الأولى بسبب رفض أغلب النواب لها باستثناء أعضاء التحالف الكردستاني الأكراد هددوا بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب إذا ما شرع القانون الذي تقدمت به الحكومة بصيغته الحالية المقاطعة هي السلاح الوحيد الذي يمتلكه الأكراد بعد أن أدركوا أن مقاعدهم الأربعة والأربعين لن تؤثر على النصاب القانوني يوم التصويت من بغداد سامر يوسف العربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة